بطولة دي في توقيتها كمان في بداية الموسم من كابتن بان المهمة جدا يعني الراجل النهاردة لما يبقى كسبان بطولة مع نادي الأهلي ويبتدي لسه المشوار بياخد الدفع يكسب سقة جمهور طبعا يعني خاني اتفق انه بداياته الراجل كانت مبشرة سواء في كل مطشط اللي لعبها كسب الأربع مواجهات في أفريقيا وفي الدولة المحلي شباك الأهلي ما استقبلتش شكل الفرقة فايق اللعيب على أرض حالتهم غير نهاية الموسم الأخير فكان فيه بوادر بتقول والله يا جماعة الأهلي جاب مدرب كويس لكن لما يكسب بطولة وعلى حساب نادي الزمالك في التوقيت ده أعتقد كمان هتفرق كتير جدا مع الفرقة ومع الراجل ومع الجهاز في الفترة اللي جاية كل الكلام اللي قلناه ده أحمد على جاب وبعدين حتة النكتة تكسب بطولة السوبر ومن نادي الزمالك مولود جديد للراجل ده السقة المتبادلة جمهور نادي الأهلي يا أحمد خدبلك ما بتصقش في أي مدور فني إلا لما يكسب الزمالك وغبالك فاحنا كل الكلام ده كنا إيه زي بتقول بنسخب بلغة الكورة وتسخين آه كويس آه بيقدي آه لكن النهاردة هي دي هي دي بقى الختم اللي بتختم معنا مستر قولر بالنسبة لثقة جمهور نادي الأهلي فيه يعني نادي الأهلي بتفهم ومثقفها ووعيا واجهته مع فريرة شفتها إزاي وخصوصا أنه فريرة يعني الأهلي بالنسبة له كتاب مفتوح الراجل بالنسبة له الزمالك آه قال أنا ذاكرت الزمالك كويس آه حطيت إيدي على نقاط القوة ونقاط الضعف آه جهزت فرقتي كويس قوي لمواجهة نادي الزمالك لكن في النهاية بالنسبة له أول مرة بيلعب مع الزمالك وهو يمكن ما عندوش البكراوند أو الخلفية المرتبطة بفكرة الحساسية والندية والمنافسة اللي بين الفرقتين بشكل كبير فبالتالي هو بالنسبة له مط شكورة مهمة آه لكن هو مش فاهم برضو تفاصيل حكاية قرأ الزمالك ازاي من وجهة نظرك شفت قرأته للمباراة سيناريو بتاعها حط الخطة والتشكيل المناسب قدر فعلا يوقف فرقة الزمالك وازاي قدر يترجم التفوق ده للفوز بهدفين وهو الراجل لما السأل كذا مرة قال أنا باخد مباراة مباراة صراحة يعني مباراة الزمالك زي مباراة أسوان زي مباراة الإسماعيلي دي بطولة في حد ذاتها طبع بعيد عن الدوري وبعيد عن أفريقيا وبعيد عن الكاس لكن هو المؤشرات كانت بينة أو من بداية أنه هو لما تولى المهمة واضح أو أنه هو حريص جدا منضبط جدا عنده ثقة في اللعيبة اللعيب عندها ثقة في العمل النفسي أداءه داخل الملعب يعني عايزة أقول لك كل الجوانب التحضيرية لهذه المباراة نجح فيها بدرجة امتياز لكن عايزة أقول لك حاجة أحمد هو طبعا بالنسبة له المباراة دي هو عارف طبعا يهمه نقصب المباراة دي أكيد طبعا من ساعة مجاوية لكن من ساعة منزلت من القهرة والنسبة يتكلمني عن ورد الزمالك لكن هو من شغله خلال الفترة اللي فاتت من فترة الإعداد طبعا عايزة حي طبعا الجانب البدني رجل معد الأحمال اللي مخلي شكل لعبتنا بالنسبة للحرقة وبنسبة للأداء وبنسبة للمجود المبزول وبنسبة الروح القتالية العالية ده يؤكد أنه هو رجل بردك مع أصطف على أعلى مستوى حتى كمان زي بيقولك اللقطات اللي كان بتيجي لعبة الأهل وهي مبتسمة الابتسمة دي اللعبة بتبعت رسائل لجماهيرها أن الرجل ده إحنا عندنا ثقافية أن الرجل ده بلغة الكرة كده هيحطنا في حتة تاني الرجل ده حيرجع علينا الأمجاد اللي فاتت الرجل ده هيبقى صاحب بطولات خلال الفترة الجاية أهم اللعبة يبقى عندها القرنعة دي كابتن مار عشان تترجم على الفريق أعطنا على قضل واقع وده اللي حصل النهاردة أنت لما بدأت الملف الأولاني بتاع أفريقيا الاتحاد المستيري شوف أنت جرئة اللعبة في تونس عملة إزاي أول مرة بتشوف الكسافة العددية وعدد الفنالات الحبرة داخل الـ 18 في كل هجمة أكتر من 3-4 لعيبة غير اللي بيساند غير اللي بيتابع فده كل دي مؤشرات بتأكد أن اللاقة البدنية والجنب المهاري والجنب الخططي اللي الراجل اللي بيشتغل عليه وحدة وحدة لا هو ده النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي اللي حيعود تاني الانتصارات النادي الأهلي اللي حيعود تاني يمتعنا بالقرى الجميلة اللي احنا يعني محرومين منها بقالنا فترة فالراجل الجنب البدني اهتم بيه جدا بشكل كبير وده مؤشر بيأكد لك أحمد أنك أنت تقدر بقى في الجنب المهاري تقدر تشتغل شوف أنت بجنب المهاري اللي بنحكس على اللعيبة في أداهم التسليم والتسلم نقل الهجمة من تحت تقرب الخطوط كل حاجات دي جنب مهاري الجنب الخططي نفس الكلام تحس أن الراجل عنده جمل تكتيكية بيشتغل عليها كورة سابتة كورنر فاول في حاجات كتير مبارح شفتها في الموتش تحس أنها متحفزة واللعيبة متدربة عليها وجمل متفق عليها مسبقا يعني مش وليدة اللحظة ووليدة الإبداع في الملعب خليها أسألك على اللعيبة على النجوم المباراة مبارح وعلى لقطة الهدفين شفتوهم إزاي لسه تسمح لنا كابتن مهاري نروح لفاصل سريع جدا ونرجع لحضراتكم صفر كبير هو عدد الأهداف اللي دخلت شباك النادي الأهلي من بداية الموسم صفر حقيقي من خمس مطشاط اتنين في دوري الأبطال زهابا واياما مع التحدي المونستيري واحد صفر وثلاثة صفر ثم الفوز على أسوان والإسماعيلي في الدوري بنتيجة واحد صفر ثم الفوز على الزمالك في السوبر المصري بنتيجة اتنين صفر وبالتالي صفر كبير جدا يحصى بالحقيقة فيه فضل لمارسل كولر يحصى فيه فضل للشدناوي ويحصى فيه فضل أيضا لسنائية جديدة بتظهر فيه خطة فعلا دي الأهلي لأول مرة الموسم ده عبد المنعم ومتولي رأيك في تطور حقيقة يمكن ده كان يعني برضو عشان ندي كل حد حقه وينسب الفضل لأهله يمكن بان حالة تطور الدفاع دي مع الأهلي مع تولي ريكاردو سواريش المسئولية في نهاية الموسم حسنا التطور بشكل كبير وكانت واحدة من النقاط الضعف اللي موجودة في أداة النادي الأهلي تحت قيادة مسلماني ونجح كولر الحقيقة انه يحافظ عليها ويتطورها مع وجود طبعا سنائية كان هو صاحب الرؤية والفضل فيها اختياره متولي مع عبد المنعم بالضبط يا أحمد زي ما قلت كده وده بيرجع لطبعا سياسة الرجل وستراتيجيته وفكره الهيد كوتش كولر من الهيد كوتشات اللي عندها حس وعندها وعي وزي ما شوفنا كده ان هو برضك موضوع ان هو بيقيد اي اخطاء اذا كانت دفاعية او هجومية او ملاحظات بيبدأ يسكنها ويشتغل عليها وده قلنا ده من ضمن الكرة الحديثة او من ضمن الشغل العالمي ما بيسيبش حاجة تعدي يعني بلغة الكرة كده الراجل ما بيسيبش حاجة تعدي وده اول حاجة بتتفتح اول ما بننزل ملعب في اول تمرينة بعدها بالضبط يعني خلصنا الماتش روحنا البيت لجعنا نزلنا التمرين افتح ورقتي بالضبط بلاحظاتي طبعا حبيبي يشتغل على النقطة دي واحد اثنين وثلاثة اواربعة وهو ده اللي بيحصل ده بشغل التدريب وكمان شغل المباريات اللي هو تحت ضغط بتظهر لك حاجات تانية وحاجات جديدة بيشتغل عليها واليوم الكامل اللي احنا قلنا عليه اليوم الكامل معمول الحاجات دي الصبح ممكن يقدر ياخد المدافعين مع لعبة الهوف الديفندر وبعدها بساعة يقدر ياخد المهاجمين مع لعبة تحت رسل حربة وطبعا بعض الظهر بتبقى عبارة عن تقسيمات جامعية حاجات كلها